وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكذا عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ضرورة استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة الأمر الذي من شأنه أن يسهم أيضا في ترشيد الاستهلاك من المياه المستخدمة في الزراعة وأيضا خفض معدل الفاقد من المنتجات الزراعية وتقليل التكاليف التشغيلية الدولة عملت جهد كبير جدا لأن زي ما أشرنا الدولة فيها ندرة في المياه ولكنها تستطيع أن تزيد من قدرتها في الأراضي الزراعية وده تحدي كبير جدا الدولة قامت به والهدف الأكبر منه أو تحقيق الهدف الأكبر منه هو استخدام التكنولوجيا الزراعية شفنا آخر تصريح لوزير الزراعة في تشكا أن مساحة المزروعة هناك ستحقق لنا إنتاجية من الأمح تعادل ثلاث أو أربع محافظات من الزراعة النمطية أو الطبيعية وهنا أصبح عندنا تساؤل مهم إزاي نقدر نقنع الفلاح المصري أنه يتحول هو أيضا للتكنولوجيا الزراعية مفهومة لابتكار الزراعي وأهميته لخلق شركات ناشئة معتمدة على التكنولوجيا الحديثة في خلق شركات ناشئة تقدر تكون بتقدم حلول ابتكارية خارج الصندوق لحل مشاكل الزراعة النهاردة التجربة على مستوى العالم أثبتت أنه عدد كبير من الشركات لما اعتمدت على هذه التقنيات زي استكايل الصناعي وتحليل البيانات والاستشعار عن بعض قدرت توجد حلول لي مشاكل يومية بيقابلها المزارة أثناء عملية الزراعة بشكل عام احنا عارفين أن العالم هيزيد تقريباً من هيبقى حوالي 8.5 مليار في 2030 وممكن يوصل ل10 مليار في 2050 وحيبقى فيه شح شديد في الغذاء فمحتاجين نزود الانتاج الزراعي بنسبة 70% ده مش هينفع إلا لو استخدمنا التكنولوجيا وأنا النهاردة كنت بشيد بتجربة معمولة في مصر تحت كادة سيد رئيس عفتاح السيسي أنه هو استخدم الصعوب الزراعية على مستوى الجمهورية لإنتاج وتحسين المنتج الزراعي وزيادة الإنتاج الزراعي